بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أحييكم جميعا اليوم مادتنا التدخل المبكر لمرحلة الإبتدائية ورياض الأطفال في المملكة العربية السعودية عنوان لقاءنا اليوم هو مهام أعضاء الفريق تعرفت في اللقاءات السابقة أعضاء الفريق اليوم سوف أتعرف على مهام أعضاء الفريق فريق العمل أتذكر دائما أن التدخل المبكر هو المفتاح الأساسي لمستقبل أبنائنا التدخل المبكر هو مفتاح المستقبل لطفلك إذا بدأت مع طفلي في برامج علاجية مبكرا سوف أساعد طفلي في الاندماج والاستفادة من خدمات المجتمع سوف أساعد الطفلي من انتقال المهارات الاستقلالية أساعد طفلي ماذا؟ في أداء المهمات التعليمية السوطة بالأطفال العاديين أريد الآن أن أعرف وأتذكر أعضاء الفريق نسترجع من هم أعضاء الفريق؟ من هم؟ قائدة الروضة أو مديرة الروضة الوكيلة وكيلة الروضة معلمة رياض الأطفال في الفصل العادي ومعلمة التربية الخاصة التدخل المبكر في غربة المصادر من أجل إعداد الخطط التربوية الفردية وذكر دائما أن حجر الزاوية في التدخل المبكر هو الخطة الفردية الخاصة لكل طفل معلمة التدريبات السلوكية وتضم ماذا؟ التقييم النفسي معلمة النطق والتخاطب لمساعدة الطفل في التواصل مع أقرانه العاديين تعرفت على أعضاء الفريق الآن أريد أن أعرف مهام أعضاء الفريق في لقاء اليوم سوف أتعرف على مهام قائدة الروضة ما هو دور قائدة الروضة؟ أولا دور قائدة الروضة الإشراف على تهيئة وتنظيم المرافق الخاصة ببرامج التدخل المبكر من غرفة مصادر، غرفة نطق، غرفة التكامل الحسي قبل بدء الدراسة في الروضة وفي الفقت المحدد أول مهمة تقوم بها قائدة الروضة أو مديرة الروضة الإشراف على تهيئة وتنظيم المرافق الخاصة لأطفالنا من دوي الإعاقة في برامج التدخل المبكر اثنان من مهام قائدة الروضة أو مديرة الروضة كما هو معروف لدينا متابعة سير البرنامج اليومي لأطفالنا ومتابعة الجلسات الفردية لكل طفل لمعلمات التربية الخاصة التدخل المبكر ثلاثة متابعة إنجاز معلمات التربية الخاصة التدخل المبكر أثناء تطبيق البرنامج البرامج الفردية للأطفال وفق عناصر البرامج الأسبوعية والشهرية يقصد هنا متابعة إنجاز المعلمة لأطفالنا من خلال متابعة أداء الأطفال وفق عناصر برنامج الأسبوعي مثال كتابة حرف العيد للطالب أتقنت الطالبة خلال أسبوع وتابع قائدة المركز أو قائدة الروضة المعلمة في إتقان المهارة خلال أسبوع أتقنت الطفل كتابة الحرف أنتقل إلى مهامة أخرى أحيانا بعض المهامات التعليمية تستمر شهرا أتأكد هل أنجز الطفل؟ هل أتقنت المعلمة مع الطفل؟ هذا هو دور قائدات الروضة رقم أربعة حضور اجتماعات فريق العمل حضور اجتماعات فريق العمل ذكرنا سابقا عند تشكيل فريق العمل أحرص دائما على حضور اختصاصي فريق العمل لكي ينجح البرنامج التربوي للطفل خمسة الإشراف إداريا على معلمات التربية الخاصة التدخل المبكر من مهام قائدة الروضة الإشراف إداريا على معلمات التربية الخاصة التدخل المبكر هل المعلمة دخلت مع الطفل إلى غرفة المصادر؟ هل المعلمة أتقنت مع الطفل؟ أداء المهمة التعليمية؟ هل المعلمة قاسة مستوى أداء الطفل؟ هل المعلمة أصدرت تقرير على الطفل نهاية العام؟ هل المعلمة وضعت الخطة الأسرية الفردية؟ هل المعلمة وضعت الخطة الانتقالية للطفل؟ هنا دور من دور قائدة الروضة الإشراف؟ ماذا الإشراف؟ إداريا على معلمات التربية الخاصة انتهيت الآن من مهام قائدة الروضة أنتقل إلى مهام من؟ مهام وكيلة الروضة ما هي مهام وكيلة الروضة؟ رقم واحد المشاركة في إعداد جدول الجلسات الفردية وتوزيع نصاب معلمات التربية الخاصة التدخل المبكر في الروضة هنا أداء مهارة الجدول تصنع وكيلة الروضة المشاركة في إعداد جدول الجلسات الفردية لكل طالب وتوزيع النصاب على معلمات التربية الخاصة بشكل متساوي ويكون نصاب كما أمرت به وزارة التعليم لكل معلمة التربية خاصة نصاب معين من 16 إلى 18 حصة أول مهام تقوم بها وكيلة الروضة اثنان الاطلاع على التصميم والجلسات الفردية للمعلمات تطلع وكيلة الروضة على التصميم والجلسات الفردية للمعلمات تتابع ما هي الوسائل تستخدمها المعلمة مع الطفل هل المعلمة كانت متواجدة في الجلسة الفردية مع الطفل هل المعلمة أتقلت مع الطفل مهارات معينة تحققها في نهاية الأسبوع أو تحققها في نهاية الشهر هنا دور الوكيلة عمل إداري الاطلاع على التصميم والجلسات الفردية للمعلمات وإعطاء التوجيهات إذا احتاج الطفل وإعطاء التعليمات وكذلك المعلمة تخبر الوكيلة أن الطالب لم يكن مستعدنا اليوم في الحصة الطالب يعاني من تعب الطالب اليوم لم يتقن مهارة يجب أن المعلمة تقول للوكيلة جميع الجوانب النفسية والاجتماعية التي تظهر للطفل ثلاثة الاطلاع على تقارير الأطفال ذوي الإعاقة ومنفات البرامج الفردية بصورة دورية يعاني بصورة مستمرة في نهاية الأسبوع تقوم الوكيلة بإحضار تقارير الأطفال من الطفل الذي اجتاز المهارة؟ من الطفل الذي كان متغيب؟ من الطفل الذي لم يجتاز؟ هنا دور وكيلة الروضة ماذا تقوم وكيلة الروضة؟ الاطلاع والمشاهدة على تقرير دوي الإعاقة ومنفات البرامج الفردية بشكل دوري بصورة دورية أربعة الإشراف على تهيئة وتنظيم وتجهيز المرافق الخاصة ببرامج التدخل المبكر ما هي الخدمات؟ غرفة المصادر غرفة النطق غرفة التكامل الحسي يجب على وكيلة الروضة أن تشرف على جاهزية هذه الخدمات المقدمة لأطفال نادا والإعاقة وأيضا مهام وكيلة الروضة التأكد من انتظام البرنامج اليومي وفق الأوقات المحددة ومتابعة دخول معلمات التربية الخاصة التدخل المبكر للجلسات وفق الجدول اليومي متابعة التأكد من سير العمال اليومي ستة الإشراف على الأهلية والقبول للأطفال ذوي الإعاقة واكتمال الوثائق المطلوبة يجب على الوكيلة أن يكون ملف الطفل كامل تشخيصه الطبي تشخيصه النفسي تشخيصه الاجتماعي وكذلك ماذا؟ أوراقه الرسمية من هوية الوطنية من اسم والدته يجب أن تحرس الوكيلة على ماذا؟ على اكتمال الوثائق المطلوبة وأن تحفظها في مكان يصعب الوصول عليها من أطفال أو من الآخرين ويكون ماذا؟ هذه المواضيع سرية جداً يجب أن تحرس الوكيلة على سرية هذه الأوراق سبعة دراسة الملاحظات والمقترحات التي تم رصدها حول البرنامج أو البرامج الفردية وتقديمها لقائدة الروضة ثمانية المتابعة والتأكد من تنفيذ التوصيات الصادرة من المشرفات التربوية هذا دور وكيلة ماذا؟ وكيلة الروضة وآخر مهمة تقوم بها وكيلة الروضة تنظيم أعمال النقل المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة التأكد من سلامة الحافلات التأكد أن هذه الحافلات تخدم المناطق التي يذهب إليها أبناؤنا وأطفالنا من المركز وإلى المركز التأكد من وجود مرافقة لأبنائنا وبناتنا في هذه الحافلات انتهيت من معرفة مهام قائدة الروضة أو مديرة الروضة وكذلك تعرفنا على مهام وكيلة الروضة الآن أنتقل إلى آخر مهمة في درسي اليوم أو في لقاء اليوم تدريب منزلي تدريب الطفل على مهارة التشابه والاختلاف كيف أعلم الطفل مهارة التشابه والاختلاف؟ هذه المهارة تساعد في النمو المعرف للطفل وتساعد في نمو الإدراك والتذكر أعرض على نورة مجموعة من الأشكال أقول لنورة التعليم الأول أو المعلومة الأولى أو المهارة الأولى؟ نورة استخرجي لي شكل المثلث أين شكل المثلث يا نورة؟ هذا هو شكل المثلث شكل المثلث خلاص؟ أعزز النورة استجابتها ممتازة يا نورة رائعة يا نورة بطلة استخرجت نورة شكل المثلث هل يوجد شكل آخر المثلث مشابه؟ تقول نورة نعم يوجد هذا الشكل ممتازة هنا مثلث وأيضا هل يوجد أشكل آخر؟ نعم هنا مثلث هل يوجد أشكل آخر يا نورة؟ نعم هنا مثلث هل أتقنت نورة؟ المهارة أو المهمة؟ أحسن تيوم أتقنت نورة المهمة نورة هنا في هذا النشاط صنفت الأشكال المتشابهة صنفت الأشكال المتشابهة هنا شكل ماذا؟ مثلث شكل مثلث نضع المثلث هنا في الأشكال المتشابهة نضعها في الأشكال المتشابهة مثلث أطلب من نورة أن تصنف شكلا آخر شكل ماذا يا نورة؟ أستخرج له نورة دائرة أين الدائرة؟ هنا الدائرة هنا الدائرة هل توجد دائرة أخرى بهذا الشكل؟ نعم هنا دائرة ممتازة نساعد نورة هل يوجد دائرة أخرى؟ نعم هنا دائرة أحسنتم هنا دائرة أتقنت نورة تصنيف الشكل الدائرة نضعها في مكان الدائرة صنفنا الأشكال المتشابهة هنا نكمل استخرج يا نورة شكل المربعين المربع ممتاز هنا هل يوجد مربع آخر؟ نعم هنا شكل مربع نعزز دائما لطفلي بعد إتقان المهمة التعليمية يوجد شكل آخر؟ نعم هنا مربع هل يوجد شكل آخر؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا صحيح؟ لا هنا شكل مختلف هنا شكل مختلف هنا الشكل مستطيل هل يوجد شكل مربع؟ نعم هنا شكل مربع رائعة يا نورة ممتازة أتقنت نورة تشابه في الشكل الثالث المربع ننتقل إلى آخر شكل مستطيل ممتازة شكل آخر ممتازة مستطيل رائعة وهنا ممتازة مستطيل رائعة وهنا مستطيل أحسنت يا نورة أتقنت نورة مهارة التشابه والاختلاف في هذه الوسيلة التعليمية أشاهد هنا رتبت نورة الأشكال حسب الشكل مثلة دائرة مستطيل مربعة أطلب من ابني تصنيف الأشكال المتشابهة والمختلفة من حولي من البيئة مثال أن يضع الملاعق مع بعض أن يضع الصحون مع بعض أن يضع الكرة مع بعض هذه المهارات تساعد في نمو المعرفي لطفلي أحرص دائما على إعادة وتدريب أطفالنا من ذوي الإعاقة على هذه المهارات لتنمية الجانب المعرفي والإدراكي لطفلي شكرا جزيلا لحسن استماعكم لقاء اليوم أشكركم وفي رعاية الله شكرا جزيلا